أشهد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالعلاقات الثنائية التي تربط بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية مؤكدا قوة ورسوخة هذه العلاقة التي وصفها بالتاريخية والمميزة تأسريحات الغانم جاءت عاقب عقده والوفد البرلماني المرافق لها جولة محادثات في القاهرة مع رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبد العال عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال في مقر البرلمان المصري وكد الغانم عقل الاجتماع أن المباحثات كانت صريحة ومهمة للغاية وسينتج عنها العديد من الخطوات التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين والتي ستكون في صالح العمل البرلماني العربي والإسلامي لقاءنا اليوم كان لقاء مثمر لقاء مهم العديد من التحديات التي نواجهها في كافة الأسعادة تم بحثها بكل صراحة وبكل شفافية دورنا كبرلمانيين دور البرلمانيين الكويتي والمصري إذا مواجهت هذه التحديات والمساهمة في صف وإعادة الوحدة واللحمة إلى البرلمانات العربية لكي تعبر حقيقة عما يربط ما بين الشعوب العربية لنواجه هذه التحديات لا يمكن أن نواجه كل مشاكلنا حاليا ما لم نكن كالبنيان المرصوص تجاه كل هذه القضايا وأشار الغانم إلى أنه سيكون هناك ترتيبات خاصة ما بين البرلمانين مشيرا إلى أنه سيتم إرسال بعض موظفي الأمانة العامة بالبرلمان الكويتي إلى المعهد الذي تم إنشاؤه في البرلمان المصري للاستفادة من الخبرات المتبادلة من جهته قال رئيس المجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال إن الكويت تلعب دائما دورا متوازنا في السياسة الخارجية بين الدول العربية والمنطقة مضيفا أن اللقاء مع الرئيس الغانم كان صريحا وشفافا أعتقد فيه تطابق في وجهات النظر ودائما وأبدا الكويت هي الدولة التي تلعب دائما دور المتوازن في سياستها الخارجية تقيم علاقات طيبة مع كل الدول العربية ومع كل دول المنطقة وحضر المباحثات النواب الدكتور عودار ويعي وعلي الدغباسي والدكتور وليد الطبطبائي وعسكر العنزي وخالد عتيبي وسفير الكويت لدى مصر محمد ذويخ وعدده من البرلمانيين المصريين ترجمة نانسي قنقر